انتها كاتون وتعصفات الميليشيات الحوثية وممثليها المنصبين في المؤسسات وقطاعات الخدمة المدنية والوظيفة العامة في محافظة إب لا تكاد تتوقف عن اتدع الغريب والمثير للسخرية لسهداف الكوادر وإقصائها وإحلال آخرين من طرفها بدلا عنهم في التفاصيل أقدمت قيادة جامعة إب على إقالة ياسر صالح مدير الإدارة العامة للأنشطة والخدمات الطلابية من عمله لسبب غريب حيث حلم الرجل أنه صار أمينا عاما للجامعة وقام بنشر هذا الحلم في جروب الواتساب الخاص بموظفي الجامعة الذي يتواجد فيه رئيس الجامعة وتحول الرجل إلى بائع آيس كريم على متن عربية صغيرة يطوف بها شوارع مدينة إب التي باتت شهدة على فداحة وكلفة الأحلام في زمن الكابوس الحثي